لم يصارع الإطار التنسيقي ويضع كل ثقاله ليشكل حكومة مؤقتة كما ظنت أو تمنت بعض الأطراف أو أوهمت نفسها أن ذلك سيكون وسيخضع الإطار لانتخابات مبكرة تنهي عمر هذه الحكومة المؤقتة الإطار التنسيقي الموالي لإيران أعلن بكل صراحة أن حكومة السودان ستمتد لدورة برلمانية كاملة وكان قراره هذا ردا على أطراف سياسية افترضت أن الحكومة ستكون انتقالية لينشأ جادل وصراع جديد بينها وبين قوى الإطار قبل جلسة منح الثقة وقبيل جلسة منح الثقة المرتقبة أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكرستاني بن كيريكاني أن حكومة السودان ستكون حكومة انتقالية تعد لانتخابات مبكرة وأن المهام التي يجب أن تقوم بها الحكومة تمت كتابتها بورقة منفصلة هذا الاتفاق الورقي لا معنى له أمام الانقلاب المبكر الذي بدأ به الإطار حيث صرحت قياداته بتمسك بأن يكون عمر حكومة السوداني ثلاث سنوات أو أربع سنوات على الأقل ومن قبيل ذلك ما ذكره الناب عن الإطار باقر الساعدي أن الحكومة ستكون طويلة وعلى مدار ثلاث سنوات وستكون قوية وذات صلاحيات عالية ولم يتوقف الخلاف عند عدد الوزارات لكل مكون بل إنها وصلت إلى حد الخلاف على تسمية الوزراء وانتقاء الوزارات داخل كل مكون وأمام هذه الخلافات قد يواجه السودان أزمة تحول دون منحه الثقة في الجلسة المقبلة والدخول في دوامة تأجيل الجلسات البرلمانية مصادر مطلعة أكدت أن هناك ضغوطا متواصلة على السودان لفرض أسماء معينة لشغل مناصب وزارية في حكومته المرتقبة واستحذاث منصب نائبين لرئيس الوزراء وتلك الضغوط قد تشعل صراعا أشد مما كان قبل تسمية رئيس الحكومة اشتركوا في القناة